أنتم تريدون قتلي أنا أعرف هذا وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون لكنكم لن تنتفعوا من ذلك مشكلتكم ستبقى ستبقى المشكلة قائمة لأنكم نواصب لأنكم بتريون لأنكم مرجئيون أنتم مصدقين أنتم عظام أنتم يا أيها المراجع أنا أدري تابعون البرنامج لأن هذا البرنامج نعى الوالديكم أنا أدري مو ما أدري نعى الوالديكم أتحدث عن برنامج ما بين واقعين أنا أدري نعى الوالديكم وجايت تابعون البرنامج من ين جبته هذا الدين من ين جبته هذا يقولون واحد راح للعطار قال لي عندي بالبيت براغيث هواية كتلتنا البراغيث ما تخلينا النام رحمة على والديك الحقل بدوه دوه خلصني خلصني من البراغي هذا هو واقع المذهب الطوسي هكذا ضللتم يا أيها الشيعة بهذا الهراء وهذا الخراء وستبقون على ضلالكم إن لم تبادروا إن لم تبادروا أنتم أنتم يا طلاب الحوزة العلمية المسؤولية في أعناقكم وحق الزهرة أنتم المسؤولون مراجع الدين ذولا نحن ندري بهم طايحين حظ وسرسرية وهتلية وغاسلين إديانا منهم ذولا سفلة شياطين شياطين صحيح شياب أكبار لكنهم هتلية وسرسرية وسفلة سيبقون الشيعة على ضلالها أولاد المراجع حواش المراجع وكلاء المراجع أنتم أنتم الطلبة الشباب يا طلاب الحوزة منكم منهم في سن أبنائي ومنكم منهم في سن أخواني وأخوتي أخاطبكم المسؤولية في أعناقكم صحيح أنكم تحتاجون التقية محمد رضا السستاني مؤسسة إرهابية أنا أعرف هذا وكذلك بقية المراجع هؤلاء مجرمون مجرمون حينما يصل الأمر إلى مناصبهم وإلى الأموال أنا أعرف هذه الحقيقة وأنتم تعيشون في جو إرهابي لكن على الأقل عيشوا التقية في النجف في خارج النجف بلغوا الناس علموا الناس قولوا لهم الحقيقة مسؤولية في أعناقكم أنتم تتابعون برامجي وقد عرفتم الحقيقة وأنتم مقتنعون بكل هذا الذي أبينه أنا على علم تفصيلي بأحوالكم سأقف معكم وحق الزهر وأقول لصاحب الأمر هؤلاء أوصلت لهم الرسالة وعرفوا الأمر لكنهم خانوك سأقف معكم بين يدي الحجة ابن الحسن الدنيا منتهية أيام تنتهي أيام تنتهي كما يقول إمامنا الكاظم وما الدنيا إلا صبر ساعة صبر ساعة أيام تنتهي أيام نقضيها مثل ما قضت الأيام الماضية نقضي الأيام الباقية أيام تنتهي لكن الوقوف هناك طويل طويل أنا لست واعظا لا أريد أن أعظكم أنا أريد أن أنبهكم هذه هي الحقيقة حقيقة يومنا وحقيقة غدنا أنتم أنتم يا طلاب الحوزة العلمية المسؤولية في أعناقكم لا بأس أن تعملوا بالتقية خوفا من هؤلاء المجرمين من مجرمي المرجعية السيستانية أنا أعرف ماذا يجري في النجال وأعرف الجواسيس في كل مكان يتجسس بعضهم على بعض ويتجسسون عليكم أعرف الحقيقة كاملة قد يعطيكم هذا عذرا أن تمارسوا التقية في النجف لكن ما عشائركم مع وائلكم مع أصدقائكم لا يحق لكم أن تمارسوا التقية عليكم أن تبلغوهم أن ترشدوهم إلى قناة القمار وأن تكشفوا لهم الحقيقة وحق الحسين إذا أردتم نصرة صاحب الأمر فهذا هو تكليفكم لا بأس أن تمارسوا التقية في النجف لكن في خارج النجف لا يجوز لكم ذلك نعم تصرفوا بحكمة تصرفوا بحكمة لكن أن تتقوا في النجف وأن تتقوا خارج النجف والله هذه خيانة لصاحب الأمر هذه خيانة للحجة بن الحسن حذاري حذاري من خيانة صاحب الأمر حذاري من خيانة محمد وآل محمد اعتبروا بهؤلاء الخونة من المراجع وأولادهم لا يستطيعون أن يعودوا إلى الرشاد مع أنه لا يوجد من ضرر عليهم الشيعة الشيعة ستفرح لو أنهم أرجعوهم إلى أحضان دين العترة الطاهرة وحق الحسين الشيعة سيفرحون إذا ما أخبروهم من أننا كنا على خطأ كنا مشتبهين ودين الحق هو هذا عودوا إلى دين أئمتكم ونحن عائدون معكم لكنهم لن يوفقوا هؤلاء ضللوا الشيعة ومات كثيرون من الشيعة في رواياتنا وأحاديثنا من أن رجلاً أراد أن يحصل على المال فسعى في طريق الحلال ما استطاعه أن يحصل على المال من طريق الحلال فسعى إليه من طريق الحرام ما استطاعه أن يحصل على المال من طريق الحرام فجلس يائساً بائساً لن تفع من الحلال ولن تفع من الحرام فجاءه إبليس قال له يا رجل أنت اشتغلت بالحلال فما حصلت على شيء واشتغلت بالحرام فما حصلت على شيء هل تتبعني هل تسمع نصيحتي قال نعم قال فاصنع لك ديناً اصنع لك ديناً وسيتبعك الناس وحينئذ ستحصل على كل شيء فصنع ديناً وضلل الناس واتبعه من اتبعه أحاديث أهل البيت تقول ما من صاحب بدعة إلا وإنه سيجد له أتباعاً فاتبعه خلق من الناس لما امتد به العمر نظر إلى حاله فقال ماذا صنحت بنفسي كذبت على الله وكذبت على الناس وضللت الناس وجئتهم بدين كذب فذهب بعيداً واعتزل يطلب التوبة لكنه لا يستشعر أن الله قد تاب عليه فأثبت وتداً في الأرض وشد رقبته بحبل إلى ذلك الوتد وقال يا إلهي إذا لم تتب علي لم أحصل على علامة أنك تبت علي فإني سأبقي نفسي مربوطاً هنا فجاءه نبي زمانه فقال له يا هذا إن الله يقول لك لو تقطعت قطعاً فإني لن أتوب عليك إنك اصطنعت ديناً عليك أن تعيد الناس إلى هداهم الذين ضللتهم قال والأموات الذين ماتوا قال عليك أن تخرجهم من قبورهم وأن تبعث الحياة فيهم وأن تكشف لهم الحقيقة هؤلاء ضللوا الناس لقد مات أجدادنا وآباؤنا لا تكونوا شركاء لهم لا تكونوا شركاء لهم أنا لن أنتفع من شيء من قبلكم ولن يصيبني ضرار منذ أكثر من أربعين سنة والجميع يعادوني ولا أبهلي مثلما قطعت السنين الماضية سأقطع ما بقي من العمر وأنا أحمل على عاتقي تجارتي تجارتي إنها تجارة محمد وآل محمد التجارة الكاسدة عندكم والرابحة عندي لا أهبهلي إنها نصيحتي وأمنيتي أن أرى أبناء جلدتي وأبناء بلدي وأبناء طائفتي في العراق وغير العراق أن أراهم يعودون إلى الهدى وأن أكون من الأسباب التي ساعدتهم على هذا أن يعودوا إلى أحضان أئمتهم ولذا أخاطبكم بهذا الخطاب فأنا لا أضع في جيبي شيئا أنا الذي أخرج كل شيء من جيبي كي أوصل لكم هذه الرسالة لا أحتاج إلى شيء يضع في جيبي أنا أخرج كل شيء من جيبي وأنا أخرج كل شيء من صدري أخرج قلبي وعقلي فداءا لطريقي محمد وآل محمد منذ البداية وأنا أتمنى أن يجعلني صاحب الأمر كالناسا كي أنظف الطريق أمامه كي أزيل هذه القمامة من عقولكم هذا كل الذي أفعله ولا أبالي أن الآخرين يكونون راضين عني لا أبالي حتى بأسرتي هل أن أسرتي هل أن أسرتي الصغيرة التي أعيش معها هل هي راضية عني أم ليست راضية عني لا أبالي لا بهم ولا بغيرهم هذه الحياة علمتني علمتني أن لا أبالي إلا برضى إمام زماني لقد عشت الحياة مع الناس مع القريب ومع البعيد وعشت الحياة مع محمد وآل محمد فما وجدت أحدا ينفعني إلا هم صلوات الله عليهم وما وجدت أحدا يدفع الضرر عني إلا هم صلوات الله عليهم هم أملي في هذه الدنيا وأملي في الآخرة مثل ما يقول دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في تائيته وهو يخاطب الإمام الرضا لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها ووالله إنني لكذلك لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي إمامنا الرضا قال له آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر وأتوجه إليه إلى أنيس النفوس وأقولها وأقولها مثل ما قالها دعبل لقد خفت في الدنيا يا أنيس النفوس وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي نذهب إلى فاصل إذا لم يكن في العقود الماضية وفي الأزمنة السابقة إذا لم يكن هناك من بوابة للمعرفة في زماننا الإنترنت موجود في زماننا قناة القمر على الأقل بالنسبة للذين علموا بوجودها قناة القمر موجودة أنا لا أطالبكم أن تصدقوني ولا أطالبكم أن تتبعوني ولا أطالبكم أن تتخذوني إماما ودليلا أنا أطالبكم وأقول احترموا عقولكم واحترموا المعلومات هذه إذا كنتم حريصين على دينكم وتأكدوا منها وقوموا على الأمر بأنفسكم وأدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم هل يمكن لعاقل مثلي أن ينفق هذه الأموال الكثيرة وأن يحصر نفسه في استوديو وأن يعرض نفسه للمخاطر وأن يعرض عائلته للمخاطر من جميع الاتجاهات وأن يشوه سمعته بكل ما يمكن أن تشوه السمعة وبإمكانه أن يجني المليارات وحق الزهر وحق الزهر وحق الزهر بتليفون واحد بتليفون واحد باتصال واحد أستطيع أن أغير كل هذا فأنا أعرف مع من أتكلد وأعرف الجهات التي أستطيع أن أتكلم معها بجملتين فقط أستطيع أن أغير كل حياتي ولكن بأي اتجاه باتجاه دنيوي سخيف بعيد عن محمد وآل محمد إنني أعيش السعادة بكل معناها وأعيش الجنة بكل معناها هذا الكلام لا أقوله للإعلام وحق الزهراء هذا هو الذي أعيشه إنني أعيش السعادة وأعيش الجنة بكل معناها في جوار محمد وآل محمد في خدمة إمام زماني ليلة نهار وأنا أحشد الحقائق بين أيديكم وهي لا حقيقة لها ما الذي أحصل عليه هذه حقائق لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني أقول لكم احترموا عقولكم وانتفعوا من هذه المعلومات التي أقدمها لكم لا لأجل سواد عيونكم أنا حارس حدود وظيفتي أن أقف عند ثغور عقيدة إمام زماني أنا حارس حدود شرطي حدود قولوا ما تريدون أن تقولوا علماء العترة يقفون عند ثغور العقيدة أنا واحد من هؤلاء الجنود من جنود محمد وآل محمد أقف عند ثغور عقيدتهم أنا من شرطة حدودهم أنا من حراس حدودهم قولوا ما شئتم أنا من عبيدهم ومن أعبد عبيدهم أضعوا الحقائق بين أيديكم تبصروا فيها تبصروا فيها أدركوا أنفسكم وأدركوا عوائلكم وأدركوا الأجيال القادمة وقت الحلقة انتهى لكن الحديث لم ينتهي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء